اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وإيتوى الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز على شاشة قناة الرحمة فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السدادة والتوفيق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقدر عليه يسعدنا أن نستقل الاتصال الأول السلام عليكم ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ حسان فضلي أولا نبرك الله فيك يا شيخ والله ربنا جعلك سبب أن أنا الحمد لله تدت النقاب الحمد لله الله لك الحمد لله دعيل يا شيخ ربنا يثبتني أسأل الله أن نثبتك على الحق وأن يسترك في الدنيا والآخرة اللهم أمين يا رب جزاك الله عننا كل خير وظائف وإياكم بعد إذن حدثك لي سؤالين نعم أول سؤال هو يخص زوجي يعني هو ذات يا شيخ الحمد لله أبنا ربنا ما يتوب علينا يعني كان للأسف بيأخد فلوس من والده أنه يدفع زكاة أو صدقة أو كده نعم وكان يعني في وقت الشباب وتشش الشباب وكده فكان للأسف ما كانش بيأدي الزكاة والصدقة اللي هو أبوه بيتهاله نعم فكان بيصرفها بس هو مش فاكر المبلغ بالضبط كام نعم هو بيقول اللي فاكره حوالي ألف ونص تقريبا كويس لكن فيه مبلغ يعني فيه برضو فلوس ثاني بس هو مش فاكر بالضبط كام فهو احنا دلوقتي عايزي بنسأل أولا عشان يرد الفلوس دي هل يردها الوالده يعني لو هو قال الوالده والده هيزعل نعم وفي نفس الوقت مش عارف طبعا هل يعمل إيه هل يردها مثلا في أعمال خير أو كده أو ولا يديها الناس مثلا تفتحق الصدقة والذكاء شاء أجيبك إن شاء الله والمبلغ بعد إذن حضرتك هل يكون مرة واحدة ولا يكون ينفع على أجزاء لأنه المبلغ يعني لو فرد إنه كبير هو مش عارف كام بالضبط مش متذكر نعم فهل ينفع يبقى مثلا كل شهر نطلع جزء ولا لازم يبقى كل مرة واحدة ده سؤال السؤال الثاني بعد إذن حضرتك أنا كان جوزي برضو أخذ قرد قبل ما ربنا يتوب علينا الحمد لله وقررنا نحن نسدده فأنا كان والده هو اللي بيسدد له القرد ده كل شهر مبلغ ستمائة جنيه فأنا قلت لزوجي يعني لما إن شاء الله بإذن الله ربنا أكرمنا كان عندي شوية دهب بعناهم وقلت له بفلوس الدهب دي إن إحنا نسدد القرد ده والحمد لله ربنا أكرمنا وسددناه فأنا بنرد الفلوس يعني عادينا ناخد الفلوس من والده بس من غير ما نبلغ والده إن إحنا أصلا خلصنا موضوع القرد حضرتك فيهم السؤال لا عاوزين إيه جزء الأخير إيه هقول لحضرتك تاني بعد إذنك أنا دلوقتي بيعنا الدهب وصددنا القرد الحمد لله كاملا بس ما قلناش لي حماية على أساس إن نقدر إن إحنا نرجع السلوث تاني اللي أنا أخدتها بس طبعا ما زبقاش بزيادة فلما جيت حسبتها يعني أنا دفعت 11 ألف تمام أنا ما عايشة أنا أقول لحضرتك الأرقام أنا متأسفة هتطور على حضرتك أتفضلي يعني أنت عاوزة بس لازلت تأخذين القرد من الولد لا 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 إحنا سددنا القرد خلاص وموضوع البنك خلص بس حماية هو اللي كان كل شهر بيدفع عن جوزي بيدفع 600 جنيه للبنك طيب تمام فإحنا خلاص بنا أنا وجوزي إحنا سددنا القرد من غير ما نقول الحماية طيب عشان لو قلنا له مش هيدفع هو 600 جنيه فمش هعرف أنا أستدد فلوسي بتاعتي بتاعة الدهب طيب وهو بالولد فأنا مش عايز أخده بزيادة مش عايز أخد الفلوس من من حماية بزيادة فأنا لما حسبتها عشان يطلعوا نفس المبلغ حدودتك فهيني ولا لا؟ لا لا مش طب على أي حال أنا أوضح بحسب ما يعني فهمت من سؤالك إن شاء الله طيب نستقل اتصالا آخر سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أطال الله لنا في عمرك يا شيخ يا رب أمين أمين وجرزك عننا كل خير أمين يا ربي الله يبارك لك يا شيخ أنا ليه إن شاء الله سؤالين نعم السؤال الأول إن شاء الله من ضج الأمانة أنا سألت له الدكتور جمال بس الوقتي ما سعهوش إن هو يرد عليه نعم وهو ضروري جدا جدا الله يبارك فيه نعم هو أختي لنا في الله أمنتني إن أنا أسأل قناة الرحمة لثقاتها فيها إن شاء الله نعم هو زوجها طلعها مرتين وراجعها وفي المرة الأخيرة قال لها إن ودت الأشياء دي هتكوني طالق في المرة الأخيرة في المرة الأخيرة قال لها إيه لو ودت الأشياء دي كان فيها أشياء معينة هتروح لمكان معين طيب قال لها لو وصلتها هتكوني طالق نعم فالأخت وصلت الحاجة أخذ بالحضرتك هم دلوقتي عايشين في السعودية هم أصلا عايشين في السعودية والأخت ودت الحاجات دي آه ودتها طيب آآ سبحان الله راح آآ الأخ بقى آآ سأل شيخ بقول لها أنا سألت شيخ وقال لي ده كفارة يميني طيب وانت كده تعتبر ناجز ومش ده يترجعي لي فهي الأخت مش رجي هترجع خالص لما تسمع الفتوى من قناة الرحمة حاضر شاء وجيبك إن شاء الله هي معايا خمس بناية حاضر طب التعالي بتاني إن شاء الله دعا أخت إن شاء الله أنا ويالحج بمشاعة الله للطائرة دعا زوجها هيوصلها بالمطار وتطلع الطائرة وابنها هيابلها في جزة في المطار بردو طيب فأيه رأي الدين في كده الله يكلم حاضر لذلك الله كل خير حاضر طيب نستخد صار آخر سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وذلكم الله خيرا يا سيخي وإياكم وقلنا عمل حضرتك بخير وذلكم الله خيرا وبعا كلما تقدموه في القناة والله الله يحفظكم أنا عندي سؤالين بس ورزاق السؤال الأول بالنسبة للنية لما أجي عمل أي عمل خير لو أنا نسيت استحضار النية أو حاجة ويبقى كده العمل دعمني ما خدس منه أي أجر وفي ناس اللي هي الكبيرة اللي هي يعني بتبقى على سجياتها يعني ما بتبقاش عارفة موضوع النية ما تدركوش يعني فتعمل الخير وهي عارفة إن هي المفهولة إنها تنوي نية أو أي نية خير النباس حتى يتقبل العمل يعني فأنا عايزة تفصيل لمسألة النية السؤال الثاني لو أي حد بيسأني عن أي قضية فأنا مش عارفة أنا سمعت الموضوع ده مثلا يعني أي موضوع عن سيخ معين فقال المفروض إن أنا أرد عليه ولا أقوله لأ ما شكيت ولا ما قلت أي حاجة حتى لو أنا متأكدة من الجواب يعني حاضر بالنسبة للرزاق هو في موضوع النقاب إحنا والله اللي بنسمعه والله اللي يومين دول والله يا سيخ عن عن أي سيخ تاني سواء مع النقاب أو ضد النقاب بصراحة يعني الواحد قلبه بيتقطع والله يعني هي الأبد من موضوع النقاب والخلاف فيه يعني يعني والله انت عارفة والله هتكلم أقول إيه صحيح بس هو يعني عايزة أقول إن لو ما كانت فيه خلاف أصل خلاف ما كانت فيه عئمة أربعة فإيه المسكرة اللي حصل خلاف في قضية النقاب إنه يبقى فيه احترام بين العلماء ويحترموا بعض ويبقى كل واحد برأيه يعني ما للخلاف يعني وأشأل حالك بس الدعاء لي ولأبي ولأخي وإزاكم الله خيراً والله ربنا يبارك فيك يبارك في أسطورك ويبارك في أهلك وإخوانك جميعاً طيب ما سبلت صالة آخر السلام عليكم عليكم السلامة الله بركاته أهلاً وسهلاً إزاك مولانا الله يبارك فيكم كل صوم طيب والتبخير الله يسطورك أحبك في الله والله أحبك اللذي حتني فيه بقول لحضرتك أنا رحت العمر أربع مرات نعم فكانوا بيقولون آآ آآ في حديث أنك نظرك للكعبة ونظرك للمصحف ونظرك لولدتك عبادة نعم فكت أنا بعمل كده فيعني ده حديث صحيح في أبتك ولا يا حاضر حاضر وموضوع السبحة أنا من غير أنا كنت بمسك السبحة كنت بسبح على طول نعم فبطلت قاله ده دي مكروهة فبطلت شيلة حاضر ورجاء تدعينا لأولادنا بحفظ القرآن الكريم ربنا يبارك فيكم بارك لك في أولادك نستقل الصلاة الأخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله السلام عليكم وعملنا عمره تاني يوم العيد بس ما كانت في سميتنا نحن نعملها متمتعة للحج كويس فحضرتك نحن نحن نحدي بإذن الله خيب ما نجي في المقاط من والإفراد ولا يبقى متمتع حاضر حاضر سؤال جميل وإياكم طيب نستخل اصلاح آخر السلام عليكم عليكم السلام و السلام و السلام و بركاته أهلاك 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 جزاك الله عنا كل خير و ربنا يبرك لنا فيك و في علمك و في أولادك و يبرك لنا في ابنك شيخ أحمد حسان ربنا يجزيك عنا كل خير يا مولانا ربنا يكرمك و يرضى عناك يا رب مولانا كان ليه عند حدك سؤال و توضيح ربنا جزيك عنا خير احنا كنا شغلي في طنطة شغلي في طنطة و زوجتي موجودة في القاهرة بيجي عليها أجازات هل يجوز أن هي تيجي من القاهرة في قطر يجوز أن هي تجيلي لحد طنطة من غير ما أنا مكون معاها أو لا ربنا يجزيك عنا خير حاجة تانية يا مولانا و أربوك أربوك التوضيح في خضية النقاب الأخيرة احنا دمعنا كلام ربنا يسامح لجميع اللي هم قالوا أنه لن الدين و أنها عادة يهودية و قالوا كلام كتير لكن المحزن و المؤسف أن الكلام يطلع من دكاترة من علماء الأظهر وسيادتكم دائما و أبدا تبلغونا أن احنا نودي أولادنا الأظهر نعم فهل من المعقول أن احنا نودي أولادنا الأظهر و يطلع لقدر الله فيه بحد يطلع يقول على القنوات و على الفضيات و بعلم و بيتكلم عن العلم و أهل يعني سامحني عامة الناس بيقوله دكتور أظهر دكتور أظهر بيطلع بيقول أن النقاب عادة جاهلية و عادة يهودية و دكتورة أظهر و طبعا أنا يعني أنا مش قادر أن أنا يعني لا تتابع قرارة علماء سي معكم تونة و مش قادر أن أنا أقول يا حاج بس أرجوكم تونة يعني قلونا نعمل إيه أو لبنا تروح للأظهر والسم ده يتبس في جمالهم ولا نعمل إيه حاضر جزاك الله خير ربنا بارك فيك حاضر طيب نستقل اتصالا آخر سلام عليكم سلام عليكم و عليكم سلام و رحمة الله شخصي جزاك الله كل خير علي عفق دمنا للمسلمين و للإسلام الله يشافيك و يعافيك يا رب آمين آمين شخصي لي سؤال وأنا محترى كتير يعني فيه بد برج ومن حابتك أنت جاوبني عليه تفضل يا أختي كنت منضم لصحبة صهل حاول يعني من سنة وقت طويلة نعم وكنت أحسما على خير يعني و ما شف منهم يعني إلا كل خير دلونا على الله و ازاد إيماننا و اتحسنت أحوالنا خض الله بس لما سمعت من جنابكم من قناتكم يعني أنه هدون هالبداع النصطفية فيه لهم عندهم بدع أنا خفض هنا و رددت يعني ما عدت رحش بس ما ينشطي يعني تغيرت أحوالي يعني كنت لما أروح أحضر هالمجلس يعني إزاد إيماني يقضى إيماني اتحسن أحوالي و هالله محترى يعني ألازمون و أنكر هالبداع يعني أتم أحضر مجالس و نقول لها شلون حاضر يا أخت حاضر حاضر ربنا يبرك فيك و ثبتنا إياك على الحق طيب نستقبل الصلاة الآخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله تفضل إزاك يا فضلك الإمام الله يسترك و رفع قدرك ربنا يبرك في عمرك يا رب و جعلك داعياء الإسلام كده يا رب اللهم أمين و إياكم كنا إن شاء الله عزين حضرتك نعرف هل الفرج على ما تشكوره هل ده من الله حاضر و أنه هذا يعني ده له عن ذكر الله و كده حاضر نعم شكرا يا بيش الله يبرك و زاك الله خيرا طيب أستقبل اتصاليني آخرين و أنهي الاتصالات للأجابة على هذه الأسئلة الكثيرة بإذن الله تعالى أستقبل اتصاليني آخيرين سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله أهلا وسلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله إلا كفرات الشيخ أهلا وسهلا أنا سعيد بسامع صوتك جدا الله يسعيدك في الدنيا والآخرة نعم نعم في زواج غير المسلمة زواج المسلمة بالمسيحي زواج المسلمة بالمسيحي لا 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 أقصد زنا مدام مسلمة مدام مسلمة مدام مسلمة زنات المسيحي أمرأة مسلمة تزواجت مسيحي لا زنات 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 أيوة معليش تطرح السواء مرة أخرى طيب أنا لم أسمع بكل أسف سؤال غير واضح عندي طيب نستقض الصلاة الأخيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معي فضيل الشيخ أهلا وسهلا والله العظيم وحبك في الله أحبك الذي حتني فيه الله يبرك فيكم أسأل الله العظيم من يجعلك نورا لهذه القنة آمين يا رب وأن يجعلك ذخرا لهذه الأمة آمين يا رب آمين يا رب وأن يجعلك إن شاء الله جوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الكردوس الأعلى اللهم أمين وإياكم وإياكم بارك الله فيك يا فضيل الشيخ عزك الله أهلا وسهلا فضيل الشيخ السؤال الأول نعم أعمال نعم ولم يحج رجل مات ولم يحج فسأت ولم يحج يتوفر على نعم فكيف سيحافظ أمام الله سبحانه وتعالى وهو كان قادرا أثناء حياته على الحج نعم قادرا فضيل الشيخ نعم السؤال الثاني أريد من حضرتك أن تشرح لنا الحديث الذي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم لا ما من قوم يتلعون القرآن في بيت من بيوت الله لا يتدرسون أو إلا وحساتهم الملائكة إلى آخر الحديث نريد شرحا من حضرتك حاضر حاضر بالنسبة إلى دي اقتراح نحن في المغرب لم نتمكن من الحصول على قناة الرحمة في القمارة نيل الشيخ لا نعرف ما السبب طيب حاضر حاضر ولكن في العرب السادس موجود فضيل الشيخ طيب الحمد لله طيب حاضر أستقلت سنة أخيرا ماشي الله يباريك لك يا شيخ جزاكم الله خيرا وإياكم اتفضلي اتفضلي يا وقت الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ محمد أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا رب اللهم أمين بقول لحضرتك أنا متزوجة ومعي ولدين وإن شاء الله في ولد جاي في سك أو بنت جاي في سك ربنا يرزخك الزورية الصالحة اللهم أمين يا رب ربنا يبارك فيك نعم فأنا كنت كالنفسة أنا أكون متزوجة واحد ملتزم بس بعد ما اتجوزت عرفت ان هو مش ملتزم نعم وهو يعني بيتفرج على الحاجات مش كويسة فلام إباحية وحاجات زي كدهات بس هو يعني مش بيجيبها البيت هو بيتفرج عليها على موبايل بيتفرج عليها على كمبيوتر بيتفرج عليها على حاجة برة بس أنا شفتها مرتين على الموبايل بتاهم نعم فأنا كلمته كذا مرة وكلمته يعني اتكلمت معاه جي آخر مرة رح قال لي دي حاجة هايفة فأنا يعني كذا أخت قالت لي ده المفروض اني كنت السبي أنا كنت بقولها اني مش هو زوجي يعني بقولها اني مثلا لو وقت حصل كذا منه طي مش عارفة ولا يا شيخ اننا افضل معاه ولا اننا اعمل ايه والله يبرك لك سيدني والله يكرمك يا رب جزاكم الله خير حاضر حاضر ربنا يسترنوا اياك طيب اعتذر لي اخواني واخواتي وانا اعلم انهم بكثرة على الهاتف جزاهم الله خيرا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه ومنه صالح الاعمال واسمحوا لي ان اشرع في الاجابة سريعا على هذا الكم الكبير والمهم من الاسئلة التي طرحت علينا في هذه الحلقة ابدأ السؤال ابدأ بسؤال اول جاءني قبل ان ادخل الستوديو وجدته هاهنا يقول اخ من لبنان يقول في طبيب في لبنان يقول اذا كنت تريد المولود ذكرا او انثى فهو يحدد لك نوع المولود ويأتي بماء الرجل وبيضة من الانثى ويحدد بذلك اذا كان المولود ذكر ام انثى فالاخ يسأل هل هذا جائش شرعا وهل هذا صحيح والجواب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فلقد قال الله تبارك وتعالى يهبوا لمن يشاء اناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة فالأولاد هبة هبة من الله تعالى سواء كان الولد ذكرا ام انثى وهذا العلم الذي وصل اليه الانسان في العصر الحديث بحيث يستطيع ان يجتهد من خلال امر خلقه الله سبحانه وتعالى الا وهو الحيوان المنوي عند الذكر والبويضة عند الانثى لا حرج على الاطلاق لانه لا يخلق خلقا جديدا لانه لا يخلق خلقا جديدا انما هو يوظف علما علمه الله تبارك وتعالى لتوظيف ما خلقه الله سبحانه وتعالى توظيفا قد يوفق فيه الى ان يكون المولود ذكرا او لا يكون المولود انثى وهذا لا تعارض مع قدر الله ومع عطاء الله للعبد هذا لا تعارض مع قدر الله ومع عطاء الله للعبد لو ادعى هذا الطبيب انه يستطيع دون ان يستخدم الحيوان المنوية ودون ان يستخدم بويضة المرأة ان يتحكم في ان تلد المرأة او ان تحمل وان تضع ذكرا او انثى نقول هذا لا يكون ابدا لان هذا خلق ولا يزعم مخلوق على وجه الارض انه يستطيع ان يخلق لم يدعي ذلك أحد طوال مدة الحياة على ظهر الأرض ولن يستطع أحد أن يزعم ذلك على الإطلاق لقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فلا يدعي طبيب مهما كان ولا تصدق أنهم حتى في قضية النعجة دل قد خلقوا نعجة هم لم يخلقوا نعجة وإنما هم فقط وظفوا خلقا لله تبارك وتعالى توظيفا علميا لا تعرضوا مع الأصول الشرعية على الإطلاق أخذوا خلية كما فصرت قبل ذلك ووضحت قضية الاستنساخ وعملوا على هذه الخلية فرغوها من الـ DNA ثم أدخلوا في هذه الخلية الفارغة خلية أخرى بملقها عن طريق الحوان المنوي وأدمجوها بما يسمى بالدمج الكهرباء إلى غير ذلك ووضعوها في رحم نعجة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى ولدت هذه النعجة نعجة تشبه النعجة الأم التي أخذوا منها الخلية الأصلية فالشاهد لا أريد أن أطيل هذا توظيف لخلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يعد خلقا وهذا لا تنافى مع تقدير الله ومع هبته سبحانه وتعالى وعطائه للعبد فكله بقدر فكله بقدر فلو أخذ حيوانا منوية من الرجل وبويضة من الأنثى إما أن يكون المولود بعد هذا التلقيح الصناعي خارج رحم المرأة في الأنبوب أو فيما يعرف بأطفال الأنابيب إلى غير ذلك هذا التلقيح قد ينتج عنه بالفعل المولود قد يكون ذكرا وقد يكون المولود أنثى وقد يقول الطبيب ذلك ويخطئ وقد يقول وقد يوفق وقد تذهب المرأة المسلمة الآن إلى الطبيبة المسلمة عن طريق هذه الأشعة التلفزيونية المعروفة تستطيع أن تقول الطبيبة للمرأة أنت تحملين بذكر وأنت تحملين بأنثى فهل هذا تعارض مع علم الله تبارك وتعالى لا تعارض عن الإطلاق إنما هي الطبيب أو الطبيبة تنقل صورة عبر هذه الآلة العلمية الحديثة تنقل صورة صورها المصور سبحانه وتعالى فأرجو أن لا أظن أحد أن هذا تعارض مع الآيات أو يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى بالمولود إن كان ذكرا أمونثى لكن أنا أقول لك قبل أن يلتقي الرجل بالمرأة والله سبحانه وتعالى قدر وكتب في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لا أقول قبل أن يلتقي الرجل بالمرأة بخمسين ألف سنة بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر أن فلانا سيلتقي بفلانا وسيتزوج بها في الليلة الفلانية وسيقدر الله منها الولد في الليلة الفلانية وفي اللقاء الفلاني وعلم الله إن كان المولود ذكرا وعلم الله إن كان المولود أنثى وعلم الله شقاوته وسعادته وعلم الله أجله وعلم الله رزقه وعلم الله أين يعيش ومتى ساموت وأين ساموت أنا أسأل بعد كل هذا وأقول أأنتم أعلم أم الله فلا حرج على الإطلاق أن يعلم الإنسان بما علمه الله عز وجل له مثل هذا وأن يتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى تعاملا لا يتعرض أصلا مع تقدير الله ومع علم الله سبحانه وتعالى بما هو كائل للعبد في حياته وإلى أن يلقى الله عز وجل قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء فوحده يعلم من شاء ما شاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء وهذا لا يتعارض مع مشيئته وإرادته الكونية ولا مع مشيئته وإرادته الشرعية والله تعالى أعلم فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة أنه ولو ذلك والقدر عليه طيب الأخت تسأل أن زوجها كان يأخذ زكاة المال من والده بنية أن يخرجها الفقراء وكان يضعف فيستعملها هو لنفسه وليخرج حق الله تبارك وتعالى ولا حق الفقراء وهو الآن قد تاب إلى الله عز وجل ويظن أن المبلغ ما يقرب من 1500 جنيه جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يتوب علينا وعليك ما دام الله قد شرح صدرك للحق فهذا المال دين في عنقك يجب عليك أن تخرجه للفقراء بنية أن يكون الأجو للوالد صاحب المال وصاحب الزكاة وأرجو الله أن لا أحرمك أنت أيضا الأجر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله فإن كنت لا تستطيع أن تخرج هذا المال الآن دفعة واحدة فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تخرجه مقسما أو على دفعات بحسب ما يصر الله عز وجل لك وأخرجه ولك الأجر وللوالد الأجر إن شاء الله تعالى فلا حرج أن تخرج المبلغ مقسما بحسب قدرتك وبحسب ما يصر الله لك واجتهد ما استطعت إلى ذلك لتصل إلى المبلغ الذي أخذته والله تبارك وتعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم وأسأل الله أن يجزيك خيرا على هذه الأوبة والتوبة وأن يثبتك عليها إنه على كل شيء قدير فهمت من السؤال الآخر أنها أخذت قرضا وكان والد الزوج أيضا يسدد هذا القرض ولكنها بفضل الله باعت الذهب وتريده وسددت القرض بالكلية ولكنهما هي وزوجها لا يريدان أن يخبر الوالد بذلك لأنهما كما فهمت قد يكونان في حاجة إلى هذا المال من الوالد لا حرج لكنني فهمت أيضا من سؤالها أن الوالد هو الذي يدفع القرض للبنك لكن إن كانت الأخت تريد بسؤالها أنها تريد أن تأخذ هذا المال الذي يتولى الوالد سداده لأنهما في حاجة إليه فلا حرج عليهما إن شاء الله تعالى في ذلك لا حرج عليهما إن شاء الله تعالى في ذلك فإن كان الوالد قادرا على مساعدة ولده الفقير الذي اقترض وهو لا يقدر على سداد هذا القرض أو سده ولكنه قد يؤثر عليه في حياته الأخرى فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يأخذ هذا الابن حتى ولو لم يخبر أباه بذلك حتى ولو لم يخبر أباه بذلك ولو أخبر والده من وجهة نظري لكان أولى وأكمل لكن لو لم يخبره فلا إثم عليه ولا حرج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أخت طلقها زوجها مرتين ورجع في المرة الأخيرة وقال لها في المرة الأخيرة يعني هل يترى المرة الأخيرة هذه الثالثة إن كان ذلك كذلك فالجابه كالتالي هذا اليمين الثالث طلقها مرتين ورجعه إن كان اليمين الأول يمينا صريحا مباشرا بمعنى أن يقول الرجل امرأتي أنت طالق فهذا يمين واقع عند جماهير أهل العلم حتى ولو كان الطلق بدعيا يعني حتى ولو طلق في طهر جامعها فيه أو في حيط فاليمين واقع لكنه يأثم لعدم اتباعه أدب السنة في التطليق فإن قال الرجل امرأته أنت طالق فهذا يمين صريح ويمين مباشر يقع به اليمين فتوي واللحظة ولا يعتد فيه بالنية يعني لا يقول الرجل بعد ذلك أنا ما كنتش نوي أطلق هذا لا يعتد به لا يعتد بالنية في اليمين المباشر أو اليمين الصريح فإن قال المرأته في اليمين الأول واليمين الثاني أنت طالق فاليمينان واقعان أما المرة الأخيرة أفهم منها أن اليمين يمين معلق أنها لو وديت الحجد تبقى طالق أو تكون طالق هذا اسمه يمين معلق شرطي علق اليمين على شرط الشرط هو أن تودي بلغته الحجد يعني أن تأخذ هذه الأشياء وأن تعطيها للمكان الفلاني أو أنت ذباء للمكان الفلاني هذا هو المعنى فهذا يمين معلق علق اليمين على هذا الشرط المرأة وقعت في الشرط أو قعت الشرط الذي علق على اليمين فعلا أخذت هذه الأشياء وأعطتها إلى هذا المكان الذي نهى زوجها أن تعطيها فيه فأشاهدوا النية هنا إن كان الزوج يقصد الطلاق وقد عزم النية على ذلك وهو صاحب اليمين وهو المسؤول عن ذلك أمام الله رب العالمين يقع اليمين وتحسب طلقة عند جماهير أهل العلم خالف الجمهور شيخ الإسلام نتيمية وابن القيم وغيرهما وقالوا النية في اليمين المعلق معتبرة بمعنى إن كان صاحب اليمين المعلق خلي بالك المعلق لا الصريح ولا المباشر إن كان صاحب اليمين المعلق لا يقصد الطلاق ولم يعزم على الطلاق وإنما قال ذلك تهديدا لمرأته فهذا يكفر عنه فعلا كما قال الشيخ لأختنا يكفر عنه كفارة يمين إن كان صاحب اليمين لم يقصد الطلاق ولم ينو الطلاق باليمين المعلق لا باليمين الصريح فهذا يكفر عن يمينه كما قال الشيخ الإسلامي وغيره كفارة يمين بمعنى أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام والله تعالى أعلم وأسأل الله أن يملأ بوتنا سعادة ولي ذلك والقادر عليه طيب أخت نوت الحج بالطائرة وزوجها سيوصلها هنا إلى المطار لأنه لا يستطيع أن يسايفر معها وسيستقبلها ولدها هناك في المطار فهل يجوز ذلك؟ والجواب للعلماء في سفر المرأة بغير محرم قولان للعلماء في سفر المرأة بغير محرم قولان هذا بالنسبة لحجة الفريضة وإلا فهم متفقون جميعا لا خلاف بينهم في عدم جواز سفر المرأة بغير محرم لحج النافلة انتبه معي العلماء متفقون على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم لحج النافلة أما إن كان سفرها لحج الفريضة فللعلماء قولان يرى الأحناف والحنابلة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة بغير محرم واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا يعني أنا سجلت اسمي في قائمة الخارجين الجهاد في سبيل الله وإن امرأتي خرجت حاجة فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك ارجع فحج مع امرأتك وفي حديث في الصحيح أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم فالأحناف والحنابلة يستدلون بهذه الأحاديث على عدم جواز سفر المرأة لحج الفريضة بغير محرم أما المالكية والشافعية يرون جواز سفر المرأة لحج الفريضة بغير محرم بشرط أمن الفتنة ووجود الرفقة الآمنة بشرط أمن الفتنة ووجود الرفقة الآمنة وهم يستدلون على ذلك أيضا بأدلة النبوية منها مثلا في قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إلي سبيل قالوا قال صلى الله عليه وسلم الاستطاعة الزاد والراحلة ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام المحرم وهذا الحديث ضعيف هذا حديث ضعيف الاستطاعة الزاد والراحلة حديث ضعيف يستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره حديث عدي بن حاتم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعدي لإن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله هم يستدلون على جواز أن تسافر المرأة الحج بهذا الحديث ويقولون ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سافر المرأة والضعينة هي المرأة التي تركب الهودج على ظهر الدب على ظهر البعير على ظهر البعير لبل لإن طالت بك حياة لترين الضعينة أي المرأة على ظهرها دابتها أو على ظهر البعير أو الناقة في هودجها تخرج لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله والعلماء يقولون بأن هذا الحديث لا يحتج به على مثل هذا الحكم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن حال سيقع من الأمن والأمان والاستقرار في أرض الجزيرة بعد انتشار هذا الدين وبعد تمكين الله تبارك وتعالى له فهم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال سيقع ولا يستدل بهذا الخبر في مثل هذه المسألة أو في مثل هذه الأحكام وعلى أي حال فالأولى ألا تسافر المرأة للحج أي لحج الفريضة إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم فإن تعذر على أختنا السائلة أن يسافر معها الزوج وإنما يوصلها إلى الطائرة ويستقبلها ولدها هناك في المطار وتنكث في الطائرة هذه المدة التي يساعد قرابة الساعتين أو يزد قليلا فلا حرج إن شاء الله تعالى ولا إثم عليها والله تعالى أعلم لأنها ستسافر سفرا دون مسيرة اليوم والليلة وسيوصلها زوجها إلى المطار وسيستقبلها ولدها ليؤدي معها المناسك فلا إثم إن شاء الله تعالى عليها ولا حرج وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منها صالح الأعمال الأخت تسأل عن مسألة النية وتريد تفصيلا في مسألة النية النية أن يتوى الأخت الكريمة كما قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنية كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الحديث فالنية عند علمائنا قد يفسرونها بتحقيق الإخلاص وقد يفسرها علماؤنا من أئمة الفقه بالتمييز بين العبادات والعادات بالتمييز بين العبادات فالنية تميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة المغرب والعشاء إلى غير ذلك هذا هو ما يسمى بالتمييز في العبادات والتمييز بين العبادات والعادات فالنية هي التي تميز بين الغسل مثلا إن كان الغسل عبادة لرفع جنابه وإن كان الغسل عادة للطهارة والنظافة والتبرد في يوم الشديد الحرارة لا بد إذا ما دخل الإنسان ليباشر عملا من هذه الأعمال أن يفرق بنيته بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها البعض لا بد وحتما لأن النية تركن من أركان الأعمال لا يصح عمل إلا بنية لكنني أود أن أطمئن الأخت السائلة التي سألت عن آبائنا وأمهاتنا من عامة المسلمين قد ليحسنون مثل هذا أقول لها أبشري أخت الكريمة فلا يشترط أبدا التلفظ بالنية في أي عمل من الأعمال لا يشترط لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في أي عبادة يعني لم يقل مثلا نويت أصلي صلاة العصر أربع ركعات فرضا حاضرا جماعة لله لا أبدا لم يقل مثلا نويت أن أصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا فرضا علي الأبدا لم يقل هذا فالجهر بالنية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية في أي عمل من الأعمال اللهم إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم في نسك الحج والعمرة قال لبيك حجا وعمرة لمن أراد القران أو لبيك عمرة متمتعا باير الحج لمن أراد التمتع أو لبيك اللهم حجا لمن أراد الإفراد فقط لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية ولذلك أنا أطمئن أخت السائلة يعني والدي وهو يقوم مثلا قبل الفجر بنصف ساعة ويتوضى ويصل للوترة ثم بعد ذلك يخرج إلى صلاة الفجر في بيت من بوت الله هذا يكفي لتحقيق النية هذا يكفي لتحقيق النية الأم الكريمة التي قامت في رمضان قبل أذن الفجر بنصف ساعة وعدت الصحور وجلست لتتصحر مع أسرتها هذا يكفي لتحقيق النية طب هب أنها نامت ولم تستيقظ للصحور عقدها للنية وإصرارها وعزمها على أن تقوم لتتناول الصحور ولتصوم غد الرمضان هذه هي النية فالأمر بفضل الله مسور وليس كما قال بعض علمائنا يعني مبينا خطر تحقيق النية وصعوبة ذلك حتى قال من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص هذا تعقيد لا دليل عليه من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا ولو كان تحقيق الإخلاص وهو المفهوم الأول والمعنى الأول النية لو كان تحقيق الإخلاص أمرا متعسرا لا يستطيع أحد أن ينحقيقه أو ما أمرنا ربنا بتحقيقه وما أمرنا نبينا بتحقيقه لأن الله لا يكلف العبد ما لا يقدر عليه لا يكلف الله نفس إلا وسعها لا يكلف الله نفس إلا ما أتاها فما دام ربنا أمرنا بالإخلاص فنحن مؤهلون لتحقيق الإخلاص وما دام نبينا أمرنا بالإخلاص فنحن مؤهلون لتحقيق الإخلاص فمن قال من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى الإخلاص وكأن العبد لا يمكن أبدا أن يستطيع أن يحقق الإخلاص هذا قول لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله أما إن كان القصد من شاهد في إخلاصه الإخلاص أي من رأى نفسه وأعجب بعمله آه هذا باب خطير من أبواب الرياء قد يخشى على صاحب الخطر إن كان ذلك كذلك فأنا مع هذا القول أما إن كان المراد بأن تحقيق الإخلاص أمر متعسر لا يستطيعه أحد فهذا قول غير صحيح لا دليل عليه من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من كلام علمائنا وإمتنا أسأل الله أن رزقنا لكم صدق النية إنه ولي ذلك والقادر عليه الأخت تقول بأنني قد أسأل في موضوع ما وعند علم في هذا الموضوع سمعته من أي شيخ من الشيوخ فهل يجوز لي أن أتكلم في هذا الموضوع بما سمعته والجواب لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم وبغير بينة وبغير دليل لأن القول على الله تعالى بغير علم أخطر من الشرك بالله لأن القول على الله تعالى بغير علم أخطر من الشرك بالله لكن لو أن المسلمة أو لو أن المسلمة سمع كلاما من العلماء الربانيين المعتبرين في باب من أبواب العلوم الشرعية أو في قضية من قضايا الدين أو الدنيا وكان هذا المسلم أو هذه المسلمة أمينا أمينا وأكررها للمرة الثالثة أمينا في نقل فتوى العالم في هذه الجزئية أو في هذا الموضوع من أمور الدين والدنيا وأن ينسب هذه الفتوى لصاحبها فلا إثم عليه ولا حرش لكن انتبئوا لهذه الضوابط إن نقل المسلم فتوى العالم بأمانة أن يكون الناقل عن العالم أمينا لأن مشكلة النقل المبتور خطيرة جدا قد ينقل كثير من الناس عن العلماء إما بدون إتمام للنقل وبدون أمانة في النقل وبدون فهم للنقل لأن دلالة النصوص نوعان دلالة حقيقية وهي التابعة لقصد المتكلم وهذه لا تختلف أبدا باختلاف المتكلمين يعني أنا أعلم قصدي من كلامي وحضرتك تعلم قصدك من كلامك هذه دلالة حقيقية للنص لا تتغير أبدا أما الدلالة الثانية فيها دلالة إضافية وهي التابعة للمستمع وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين في أي وقت وفي أي مكان بمعنى لو أن مليونا الآن مثلا نشاهدني ما يسمعه المليون مني هذه تسمى دلالة إضافية يختلف فهم المليون أحد لكل ما أقوله ولا تفق المليون مسلم في الفهم بطريقة واحدة وبمستوى واحد أبدا هذه دلالة إضافية تختلف باختلاف عدد المستمعين على وجه الأرض للقضية الواحدة الشاهد أنه إذا كان المسلم أمينا في نقل الفتوى أو نقل كلام العالم في هذه القضية من أمور الدين أو من أمور الدنيا وأن يكون فاهما لما قاله العالم لأنه قد ينقل كلمة لم يقلها العالم تغير المعنى بل وتخل المعنى تماما ولا تستغرب إذا قلت لك قد يغير لفظ بل شكلة واحدة تشكيلة واحدة قد تغير المعنى أضرب لك مثالا يعني لو قلت مثلا لو قرأت آية من كتاب الله جل وعلا وغيرت تشكيلة على كلمة قد يختل المعنى خللا كاملا كان يقول قائل مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه كارثة غير المعنى تماما إنما يخشى الله غير المعنى جعل الله لفظ الجلالة في محل فاعل فجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاف العلماء إنما الآي إنما يخشى الله من عباده العلماء فلفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر أضر إلى تغيير المعنى بسبب تشكيله فأنا أود أن هذا الرجل الذي جاء المدينة النبوية الأعرابي وقال من يسمعني شيئا من كتاب الله جل وعلا فقرأ عليه رجل قول الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله بكسر اللام الأعرابي سمع الآية قال الأعرابي العجيب أَوَ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْ رَسُولِهُ فَأَنَا أَبْرَأُ مِمَّا بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ يا خبر بيض فسمعه رجل فأخبر أمير المؤمنين عمر فقال أتوني بالأعرابي فأتوا به للأعرابي فقال له عمر أتبرأ من رسول الله يا أعرابي قال حاشا لله يا أمير المؤمنين لقد نزلت المدينة فقلت من يسمعني شيئا من كتاب الله فقرأ علي هذا الرجل أن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت أَوَ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْ رَسُولِهُ فَأَنَا أَبْرَأُ مِمَّا بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ قال لا يا أعرابي ما هكذا أنزلت قال كيف أنزلت يا أمير المؤمنين قال أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله أي الله ورسوله بريءان من المشركين قال وأنا أبرأ مما بريء الله ورسوله منه وأمر عمر عبد الخطاب من هذا اليوم أن لا يقرأ أحدا أن لا يقرأ أحد أحدا القرآن إلا إذا كان فاهما للغة فأنا أرجو فقط بهذين المثالين أن أبين خطر النقل بل أنا أرى أن المشكلة الآن سببها النقل المشكلة بين العلماء وبين الأئمة وبين المشايخ سببها النقل يعني يسمع مسلم ويقول لك يذهب إلى رجل ويقول لك أنت سمعت شخف للنهار قال إيه دهال كذا والرجل مالش كذا ده هو السمع سمع هذا وفاهم هذا لكن العالم لو كلام منضبط العالم يعرف الدليل ومرتبة الدليل ويحقق مناط الدليل ويفهم الدليل لأن العلم ليس لأن الدليل ليس منتهى العلم بل لابد من فهم العلم إلى غير ذلك من الأصول والضوابط فالمستمع يسمع قول العالم يقول للناس ده الشيخ الفلاني قال هذا والشيخ لم يقل بهذا النص ولم يقل هذه الألفاظ بل الشيخ لفتواه مقدمات ولفتواه مؤخرات ونتائج فأنا أرجو بهذا التفصيل الذي توسعت فيه شيئا ما أن أبين خطر القول على الله بغير علم وأن أبين أنه لا جوج لمسلم أن يتكلم في دين الله في أي مسألة إلا إذا كان أمينا دقيقا في النقل عن العلماء الربنيين الذين قلون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن تورع أو رد السائل في القضية إلى العالم أو أتى بقول العالم كله عن طريق الاستوانة أو عن طريق الكسط أو عن طريق الكتاب وقدمه مطبوعا للسائل فقد أحسن وأحسن وأحسن وأكمل وأجاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الأمانة والفهمة والدقة إنه لي ذلك والقادر عليه السؤال الآخر متعلق بالخلاف بين العلماء في مسألة النقاب والأخ يقول بكل أسف أو الأخت لازم يكون في احترام وتقدير أنا ذكرت ذلك يعني بعد مسألة الخلاف في قضية النقاب وقلت لقد أظهرت هذه المسألة معذرة يعني في اللفظ لقد أظهرت خللا كبيرا جدا في الطرح الفقهي لمسائل الخلاف بين العلماء المتصدرين الآن الحديث على شاشات الفضائيات أنا لا أقول بأن الخلاف في مسائل الفروع أمر يجب أن يزول لا أبدا كان الخلاف في مسائل الأحكام ومسائل الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم قائما ولم يفسد بينهم الودة والحب وسيظل الخلاف في مسائل الأحكام باقيا إلى قيام الساعة يا إخوانا هذا أمر قدري هذا أمر قدره الله جل وعلا قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع لاعتصام الخلاف المذموم في الآية باتفاق هو الخلاف في أصل الملة هو الخلاف في أصل الدين في أصول هذا الدين ده الخلاف المذموم أما الخلاف في مسائل الأحكام فأهله هم أهل رحمة الله لأن أول من وقع في الخلاف في مسائل الأحكام هم الصحابة ولم يخرج الله الصحابة من رحمته بسبب خلافهم فالخلاف في مسائل الأحكام سائغ شرعا ولا يجوز أبدا للمخالف أن ينكر على مخالفه ما دام الخلاف معتبرا بشرط أن تطرح مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف أي أن يطرح كل فريق أو كل عالم أدلة والشرعية وأن يضلل هذا الخلاف في بوتقة الخلاف الفقه بأدب الخلاف أنا أحترمك وأنت أحترم رأيي يا أخي أنا أرى مثل وجوب النقاب وأنت ترى جواز كشف الوجه ومعك أدلتك وأنا معي أدلتي فالأطرح أدلتي بأدب دون أن أسفهك ودون أن أحتقر رأيك ودون أن أختزل الأمر في رأيي أنا فرأيي صواب يحتمل الخطأ وقد يكون خطأ يحتمل الصواب لما الكبر لما أتكبر وأقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ هذا كبر ليس من الدين أن أقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ هذا كبر شنيع وبشع فرأيي صواب يحتمل الخطأ بل ورأيي خطأ يحتمل الصواب من باب التواضع كما قال الشافعي رأي خطأ يحتمل الصواب أما كل واحد فينا الآن يقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ كأنه صار إلها يقول القول الفصل الذي لأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه هذا خلل شنيع وبشع فأنا فعلا أؤكد أن هذه القضية أظهرت عوار ما نحن عليه وضياع أدب الخلاف بيننا كل إنسان يريد أن يطرح الرأي الذي يدين لله به وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه الحق الذي لأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يجوز البتة لأحد أن ينكره وأن يخلف هذا خلل هذا خلل لأن الله جل وعلا لو شاء أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع حلال حرام حلال حرام لكن شاء الله جل وعلا أن يفهم علماؤنا من الأدلة القرآنية والنبوية ما لم يكن الدليل قطعيا ما لم يكن الدليل قطعيا شاء الله جل وعلا أن يقع هذا الخلاف بين إمتنا وعلمائنا وسادتنا ليجعل في الأمر سعة ما لم يكن الخلاف متعلقا بأصول هذا الدين أو بأركانه وَوَاللَّهِ لَوْ سَكَتَ مَنْ لَا يَعْلَمْ لَسَقَطَ الْخِلَافِ وَاللَّهِ لَوْ سَكَتَ مَنْ لَا يَعْلَمْ لَسَقَطَ الْخِلَافِ المشكلة أن الذي يوسع هوة الخلاف من لا يعلم من لا يعلم أدب المخالف وأدب الخلاف وفقه الخلاف ومجتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف مجتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف فأنا أرجو من إخواننا وسادتنا الأئمة والعلماء والمشيخ والدعاء الذين يتطاحنون الآن على شاشات الفضائيات في قضية النقاب أن يكفوا عن هذا خلاص انتهت القضية ما فيش داعي للتطويل الممجوج هذا خلاص يا أخي بين ما تدين لله عز وجل به في المسألة بأدب جم وأنا أبين ما أدين به الله المسألة بأدب جم ولا نبغي أن نتناطح على شاشات الفضائيات وكأننا لا نعرف ربا ولا رسولا ولا دينا ولا خلقا وتبقى الأمة مشغولة أو لنشغل الأمة بقضاياها الكبيرة أنا لا أقلل من شأن قضية في الدين سواء كانت كبيرة أو صغيرة لكن لا بد من فقه الأولويات القدس الآن يطحن كل يوم وباحات الأقصى الآن يدنسوا اليهود ونحن لازلنا في قضية نريد أن نجعل من الحبة قبة خلاص قضية أطرح ما عندك وأنا أطرح ما عندي بأدب وانتهى الموضوع إنما بقلنا شهر في قضية وهذا أمر يراده لنا هذا أمر يريده لنا أعداء هذا الدين والذي تفرقوا على المشايخ تفرقوا على العلماء ما خلاص انتهى الموضوع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصدر نساءنا وبناتنا وأن يحفظ سادتنا وعلماءنا وأن يرزقنا إياهم الإخلاص والتوفيق والأدب إنه لي ذلك والقادر عليه ما علي سمحوني أجاوب بسرعة لأنه ما تبقى إلا دقيق معددات الأخ يقول هل في حديث يقول النظر إلى الكعبة والنظر للمصحف والنظر لأم عبادة لم يثوت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع السبحة السبحة أو السبحة للعلماء فيها قولان منهم من يقول ببدعيتها من علمائنا من يقول ببدعية السبحة ومنهم من يقول بأنها ليست بدعة وأنا أقول السبحة ليست بدعة أنا أقول لله تبارك وتعالى السبحة وسيلة للعبادة وليست عبادة السبحة وسيلة للعبادة لكن لا شك ولا ريب أن التسبيح على أنامل اليد اليمنى سنة التسبيح على أنام لليد الينا سنة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد الصلوات لكن إن سأل سائل عن التسبيح في التسبيحات الكبيرة العدد كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ولا الملك ولا الحمد على كل شيء قدر مئة مرة إن قال لي قائل أنا لا أضبط العدد وأنا أريد أن أعيش المعنى وأنا أستعين بله ثم بمسبحتي في بيت بعيدا عن نظر الناس وعن أعين الناس حتى لا تصرب الرياء إلى قلبي وحتى لو شوش على قلبي في عبادتي في سيارتي في حجرتي في حجرة نومي أستعين بالله ثم بالسبحة لضبط هذه الأعداد الكبيرة بعيدا عن تسبحات الصلاة أنا أرى أنه لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم لأن السبحة حينئذ وسيلة لضبط العبادة وليست العبادة فالعبادة ذاتها هي التسبيح والتهليل والتمجيل والتكبير وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره وهذا ما أدين به لله تعالى في هذه المسألة وأرجو أن يتعلم أخواننا أدب الخلافة فإن رأيت خلاف ذلك فلن بغي أن تسفها وأن تحقر ولن بغي أيضا أن أسفهك وأن أحقرك وهذا هو أدب الخلاف في مسائل الأحكام كما قال الشيخ الإسلامي الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة والله أعلم الأخت التي أدت العمرة مع زوجها يوم اثنين شوال هذا العام وقد عقد النية على الحج هذا العام الراجح يا أختي والمسألة فاخلة وبيناه العلم لكن الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أنكما إن أديتم الحج هذا العام فأنتما متمتعان فأنتما متمتعان كما قال ابن عباس رضي الله عنهم وغيره فما دمت قد أديت العمرة مع الزوج في شهر شوال وهو من أشهر الحج إن أديت الحج مع الزوج في نفس العام فأنتما متمتعان والله تعالى أعلم وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال ومن أهل علم من قال من باب الأمانة العلمية في القول الآخر بحسب النية التي يريدها بعد ذلك الإنسان فإنها الإفراد فهو مفرد وإنها القرانة فهو قارن وإنها التمتع وفهو متمتع ما دام قد قطع العمرة بسافر وعودة إلى بلده هذا قول آخر لأهل العلم لكنني أنصح وأقول بقول ابن عباس ما دمتما قد أديتما العمرة في أشهر الحج هذا العام فأنتما متمتعان والله تعالى أعلم وهذا ما أدين لله عز وجل به في هذه المسألة الأخ يسأل لأقول بأن زوجاته في طنطة هل يجوز أن تسافر له من القاهرة إلى طنطة في بعض الأجهزات نعم يجوز على اعتبار أن المسافة دون مسيرة اليوم والليلة لأن لا يحل أمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة هذا عند علامة الأصول يسمى بالحديث المقيد بالحديث المقيد ولا شك أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب هذه قاعدة من قواعد الأصول فلا حرج إن شاء الله تعالى ما دامت في رفقة وفي سفر لا تحدث فيه الخلوة والله تعالى أعلم وأسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا على حرصك الأخ يقول يعني المؤسف أن عالم من علماء الأزهر قال بأن النقاب عاد جاهلية أنا أود يا أخي الحبيب أن أقول والله أقولها لله كان الأزهر ولا زال وسيظل قلعة شامخة من قلاع العلم الوسطي والله أقولها لله لا أتملق بها مخلوقا على وجه الأرض فليس لي عند مخلوق على وجه الأرض حاجة وأسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله لكني أقولها لله عز وجل لا نبغي أبدا أن نحمل هذه الحملة الشرسة على الأزهر أبدا هذا أمر يرادني إخواني يراد أن نسقط الرموز هذه الأمة يا أخي العصمة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام لو أخطأ أي فلان مهما كان قدره ومهما كان وزنه فالخطأ وارد يا إخواني لا نبغي أن نحمل الخطأ هذه الصورة البشعة أي إنسان على وجهة أنا أخطئ أنا أخطئ أخطأت وأخطئ وسأخطئ كل بني آدم خطاء وأي عالم على وجه الأرض أخطأ أخطأ أنا أقول بصغة الجزم ليه لأن العصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فأعداء هذا الدين يريدون إسقاط الأزهر ويريدون إسقاط الرموز رموز العلم في هذه الأمة سواء كانوا من الأزاهرة أو من غير الأزاهرة وهذا أمر يخطط له ويراد فليس من الفقه ولا من الحكمة أن نسير مع السائرين وأن نصرخ مع من يصرخون وأن نحمل على الأزهر هذه الحملة الشرسة وكأنه لا يوجد في الأزهر أبدا الآن من يتق الله وكأن كل من ينتسب الآن إلى الأزهر رجل حكومة ورجل دنيا ورجل هاوى ورجل لا يا إخواني والله هذا ظلم والله العظيم هذا ظلم بشع في الأزهر من يتق الله في الأزهر من العلماء الأجلاء الفضلاء من لا يليق لمثلي أنا أن يكون تلميذا تحت قدميه وبين يديه لا نبغي أن نسفها الناس بهذه الطريقة ولا نبغي أن نقلل من شأن هذه القلعة الشامخة من قلاع العلم التي أعطت ولازالت تعطي منذ أكثر من ألف عام لهذه الدين ولهذه الأمة بهذه الطريقة فأنا أخشى ما أخشاه يعني أن نسير وراء هذه الموجة التي تريد أن تغرق الأزهر وأن تغرق رموز الأمة وأن تغرق الأمة كلها لا لا ينبغي أبدا أن نسقط الرموز أو أن نسئ إلى الرموز وإن أخطأ رمز من رموزنا في الأزهر أو في غير الأزهر ينبغي أن نصحح الخطأ بأدب جم وأن ندعو الله عز وجل له بحسن الخاتمة وأن يسدده وأن يسدده من منا يضمن أن يموت على توحيد أو على إيمان اللهم ارزقنا ياكم حسن الخاتمة ولا حرج على الإطلاق أخي الحبيب لازلت أنادي بأن من استطاع أن يدفع أولاده للتعليم في الأزهر فهذا شيء جميل بفضل الله عز وجل وأشهد الله وأدين الله بأن التعليم الأزهري مع بعض الملاحظات ومع بعض التعديلات والإضافات والتوجهات منك ومن بعض أهل العلم هو من أفضل ما يتعلمه الآن أولادنا يكفي أنه لو يوجد اختلاط ويكفي أنهم سيحفظون كتاب رب الأرض والسماوات ويكفي أنهم سيحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك وإن كانت هناك بعض الأخطاء التي يعني تراها أنت خطأ فصحح ووجه بأدب وتواضع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسطرنا وياكم في الدونة الآخرة هل مشهدت مباراة الكرة من الله أنا أقول المسلم يعني حريص على وقت ولا ينبغي أن يضيع الوقت في مثل هذا فالسلف كانوا يقولون إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فمذاك من عمري لكن مع ذلك أقول إن كان جلوسك لمشاهدة مباراة من المباريات لا يضيع لك عملا من أعمال الدين أو من أعمال الدنيا وإنما هذا في الوقت لهو المباح فأرجو الله عز وجل أن لا تكون أثما وأن لا يكون عليك حرج أما أن يجلس المسلم ليشاهد مباراة ليضيع بسببها صلاة أو ليضيع بسببها عملا واجبا من أعمال الدين أو من أعمال الدنيا فلا شك في حرمة هذا إما إن كان غير ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون آثما والله تعالى أعلم كنت أود أن أجيب على طيب ده لسه سؤالين معلش تسمحوني والله من مات ولم يحج وكان ويل فكيف يحاسب بين يدي الله الله أعلم بذلك كيف يحاسبه الله تبارك وتعالى لكن أود أن أنصح إن كان له مال قد تركه فليحج عنه من هذا المال فليحج عنه من هذا المال لأن المرأة الخثعمية تجاهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه الشاهد بقى في رواية النسائي هذه رواية الصحيحين في رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال المرأة الخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى فأقضو هذا الدين عن هذا الرجل ونسأل الله أن نغفر له إنه لو ذلك والقدر عليه أما الحديث لا تسع الوقت لذكره مجتمع قوم في بيت بيوت لا يتلون كتاب الله وتدرسنه فيما بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشاتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده أرجو الله أن يوفقنا لشرح في موضع آخر وبهذا أكون قد وفيت الإجابة على كل ما طرح علي في هذا اللقاء المبارك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر